محمد قمر الشاب الذي انخرط في صفوف الجيش واصيب في احدى جبهات مدينة تعز بطلقة قناص حوثي افقدته حركة قدمي لكنه لم يستسلم للعاقة فقام بشراء باص اجرة ليكون سبيله في الحصول على مصدر دخل لعالة اسرته ديريح شلال نصفي بالاطراف السفلية احد المنقراطين ضمن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من اول وهلا وصدت بطلقة قناص بالعمل الفقرية ودتي الاشهر النصفي حاليا من ضمن الوقت من عشر ميكا الباص كمشروع عمل مشروع تمكين اقتصادي بعض المؤسسة الخيرية جزاهم الله خير يحدو في هذا الحدو تمكين اقتصادي المجتمع بشكل عام والقرحة بشكل خاص ونتمنى منهم ان يدعموا كافة القرحة مشاريع اقتصادية مشاريع عمل تمكين اقتصادي اللي يتمكن الجريح من ان يخرج من الروتين الممل القرحة ليعباء الراتب يوصل من 7 الى 8 شهر راتب 60 الف ما توصلش 130 ريال سعودي 60 الف يوم من هذا يعني اشياء ليست بالخيال فيحاول واحد انه يتغلب على موقع الحياة والعمل بقدر الاستطاع العيش بسبب الامنة يعمل قمر في توصيل الركاب بين شوارع مدينة تعز مستخدما يديه فقط بعد توصيله ثلاث قطع حديدية من المكابح الى الجزء المقابل من المقود يتمكن من تفادي الاخطار التي قد تواجهه اثناء عملية السير هذا الاخ محمد قمر من حارتنا وهو من احد افراد القيش الوطني في محافظة تعز وهو تصوبه في جبل قرة وقتله وتلقاه في العمود الفقري وهو الان يعني معاق ويطلب الله في هذا الباص على ايداه بحكم انه لم يستسلم للحياة المعيشة التي حما عايشين في بينا الحرب هنا لم تستطع مصادرة احلامي الشاب محمد وغيره من الشباب الذين اتخذوا من عزمهم وصلابتهم سلما للوصول الى اهدافهم وغايتهم المشروعة والعادلة رغم حرب ميليشيا الحوثي وما خلفته من مآس الا ان محمد ورفاقه هزموها بكل جلاء واقتدار واصبحوا نماذج ملهمة وماثلة في وجود التحدي والاصرار محمد الهتار لاضواء سهيل تعز